رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية الركن فرق بن سالمين البحسني رعى توقيع اتفاقية لتنفيذ دورة الدبلوم المهني في الإعلام بتنظيم من اللجنة الوطنية للمرأة وبدعم مؤسسة العون للتنمية وتنفيذ كلية التعليم المفتوح بجامعة حضرموت ضمن برنامج الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس وتستهدف الدورة ثمانين إعلاميا على مستوى حضرموت سيتلقون خلالها تدريبا عمليا ومحاضرات نظرية في اللغة العربية يمنحون في ختامها شهادة الدبلوم المعتمدة من جامعة حضرموت